الخال والد والخالة والدة والعم زيه زي باباك ممكن ان انت تسند عليه وتقول انت بتجيه طبعا طبعا احنا مش عايزين نتحايل بس هي وجرى المسل كده ليه ان الخال والد الفلكلوري المصري والثقافة المصرية الجميلة هي بتكرس ايه بتعكس الواقع ان دايما فيه في التربية في التنشاء ما بيبقاش عاملين اللي هم الاب والام بساعات كتير بالذات في المجتمعات الشرقية بيبقى عندنا يعني تدخل في التربية شوية سواء بقى الجد والجدة سواء العم سواء الخال سواء كذا فعلشان كده دايما ودايما يعني الاسرة بتتربى اكتر مين اللي بيشيل للزوجة تلاقي الاب باباها ومامتها فتلاقي خلانهم تلاقي يعني دايما الاطفال يعني الام دايما بتمر بمراحل كتيرة زي الولادة زي كذا زي كذا مين اللي بيشيل الوضع ده هتلاقي دايما اهل ايه الزوجة فبالتالي بيحصل ايه تقارب شديد ما بين الخال وما بين اخواتها الصغيرين اخواتها الكبار وطفر اللي موجود فتلاقي دايما هم اقرب نوعا ما مش معنى كده ان احنا نحفل الطرف التاني اللي هو العم والعمة او الجد والجدة الطرف التاني لكن احنا يعني احنا دايما عندنا ايه حتى في الدين يعني في الكل الاديان بيقولك سلة الرحم سلة الرحم دي مين اللي هم الاقارب الدرجة الاولى اللي هو الجد والجدة والعمة سلة الرحم دي مش ان احنا نهتم بس نحنا نزور ونكلمهم في التليفون على الفيسبوك لا ابدا سلة الرحم معناها الرعاية والاهتمام والتربية مش معنى كده ان انا تدخل تدخل سافر مثلا في شروقني الاب والام لا انا ممكن ايه في مشكلة حصلت ما بيني وما بين ابني او ما بيني وما بين بنتي عجزت الطرق ان احنا في الحوار وهكذا ان انا مش عارف الاقي ومدخل ومخرج مثلا علشان اقنع الولد فممكن نستعين بمين بخاله بيسخنوني يا فندم والله بيسخنوني على الولاد والولاد ترجع تزعل مني يعني انا مثلا وحضرتك بتكلمي عن حب الخال انا بحب خلاني جد وولاد اختي كمان اعتقد يعني ان هم بيحبوني جدا هل الموضوع مرتبط مثلا لانه من ريحة الامة زي ما بنقول هو زي ما قلت الحراك في البداية يعني دايما يعني ما فيش مثل سبحان الله ما بيجيش اللي من واقع المثل الشعبي دايما بيتعكس الواقع زي ما حالي قلت الخال والد الخال والد ده ليه؟ علشان فعلا احنا كلنا بنتعامل مع اهل ممتنا دايما تلقينا بالروح عن دي تيتا بالروح عن دي كده اهل ممتنا هو بيكون اقرب شوية في نفس الاسلوب في التربية في طريقة الاكل طعم الاكل نفسه يمكن بتبقى نفس سكة الامة انا بتكلم من وجهة نظر طعم الابناء طب خلينا نبص من وجهة نظر الخال والعم تلاقيهم زي نفسهم هما بيفكروا ازاي بيفكروا ان انا ده ابن اخوي ابن اختي هتحس ان هو جزء مني حتة مني امتداد فانا بحاول اعمل ايه بحاول ان انا اخدوا صحبية في الاول اربي لو كان في فرق سن صغير بتلاقيه في صحاب لكن لو فرق السن الكبير تلاقي ايه انا انصحه بقى اتكلم معايا بهدوء كده يعني او ارشده لطريق معين اخليني صحبه اي حاجة توقف قدامي استشيره ليه انا الجانب ايه اللي ممكن يقول لي سر مثلا ما يقولوش لماما ولا ابا